يعني إذن قاب قوسين انسحاب القوات الأمريكية هل بالفعل اليوم الولايات المتحدة جادة بالكامل بالانسحاب كما صرح رئيس الوزراء يعني أكيد إنها مهام التحالف الدولي كانت أولوية من قبل الحكومة العراقية برئاسة الأستاذ محمد الشياعي السوداني وهذا ما تحدث به حقيقة سيد رئيس وزراء في اللقاء وكذلك المتلفز وكذلك بالمقابل أشار بصورة واضحة لأن اللجان الفنية قد انتهى عملها وهي ممثلة باللجنة العسكرية العليا التي خاضت حوارا بعد أن قرر سيد رئيس وزراء في 5-1-2024 إنها مهام التحالف الدولي المتكون من 86 دولة وبالتالي بعد عشرة سنوات قد أنهت مهام هذا التحالف مهامه الأساسية بانتهاء فلون التنظيم الإرهابي داعش من الموجة الكبرى وكذلك بالمقابل الموجة الصغرى من المفارز الصغيرة تقوم قواتنا المسلحة العراقية بمطاردتها وقتلها وخصوصا القيادات العليا في التنظيم الإرهابي وهذا ما لاحظنا في العملية الأخيرة التي قادها جهاز المخابرات الوطني عبر قيادة العمليات المشتركة والقوة الجوية والجيش العراقي وطيران الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب ولاحظنا أن هذه العملية كانت عملية ناجحة جدا لبيان قدرات القوات المسلحة العراقية وكذلك بالمقابل قدرتها في ضرب هكذا هدف استراتيجي مهم وهو تدمير القيادة الاستراتيجية للتنظيم الإرهابي وبالتالي بعد عشرة سنوات انتهى مهام التحالف الدولي وهذا ما سيعلن عنه سيد رئيس وزراء في الإعلان السياسي عن انتهاء المهام بعد المفاوضات التي جرت وكذلك التوقيتات الزمنية التي وضعت في عملية انهاء هذه المهام ولكن بالمقابل العلاقات العراقية الأمريكية أو علاقتها مع كل دول التحالف الدولي تمضي باتجاه علاقات ثنائية فعالة سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق الاتفاقية الإطار الاستراتيجي والتفاهمات على بناء القدرات وكذلك تبادل المعلومات الاستخبارية ومطاردة فلول التنظيم الإرهابي داعش يعني انه خارج البلاد من خلال المعلومات التي لدى العراق وكذلك بالمقابل لدى العالم في الحملة الدولية لمطاردة التنظيم الإرهابي داعش كونه تهديد للأمن العالمي والعراق يتشارك في مواجهة هذه التهديدات وكذلك بالمقابل دعم التنمية والإعمار وهذا ما قاله السيد رئيس وزراء ووضحه بصورة جلية أننا نعيش في حصر التنمية في حصر الاستقرار وهذا حصر الاستقرار يعني أنه وفرته تضحيات قواتنا المسلحة وكذلك بالمقابل قدرة قواتنا المسلحة الآن على حماية النصر العسكري وحماية ودعم كذلك الاستقرار وفرض القانون وكذلك بالمقابل مقارنة السيد رئيس وزراء ما بين العراق 2014 والعراق 2024 كانت موفقة جداً لأن بالفعل الآن القوات المسلحة العراقية لدى الدولة العراقية هي متقدمة جداً من حيث القوة الجوية من حيث العمليات الخاصة من حيث الإمكانات الاستخبارية من حيث كذلك بالمقابل تطوير والتمويل الذي يأتي من الحكومة لتطوير صنو في القوات المسلحة وخصصاً في الدفاع الجوي وفي القوة الجوية وفي التكنولوجيا الأمنية المتقدمة لدى الأجهزة الاستخبارية اللي مطاردت وتعقب فلول التنظيم الأرهابي داعش وهذا ما اللحظة في عمل خلية الاستهداف في قياة العمليات المشتركة والتي تعمل مع كل التشكيلات الوزارية والأجهزة الأمنية بما فيها البشمرقة اللي مطاردت فلول التنظيم الأرهابي داعش في المناطق الصحراوية والنائية والمناطق المعقدة والعمليات الأخيرة التي جرت في الأنبار وكذلك في مكحول وكذلك في صلاح الدين كانت عمليات معقدة طيب دكتور حسين أفهم من كلامك دكتور حسين نعم أفهم من كلامك أنه من المتوقع أيضا أن تبقى قوات أمريكية أيضا أخرى في أربيل لعام 2026 إذا تسمحي لي إذا تسمحي لي البعثة للتحالف الدولي يشارك بها الجانب الأمريكي كمستشارين ولا توجد هناك أي قوة قتالية على الأراضي العراقية ولكن بالمقابل هناك مستشارين في بعثة التحالف الدولي سينتهي دورهم ما بين 25 و 26 وهذا ما تم الاتفاق عليه ما بين الجانب العراقي وجانب دول التحالف الدولي وسيعلن عنه السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشياء السوداني في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب